سأتفل عليكم تحياتي لكم من قناتي قناة نعمين الماجد يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة وتكون دايما وصفاتي تبقى نمهالكم بتنال على اعجابكم وردكم واهم حاجة تكون سهلة عليكم في التنفيذ النهاردة هعملكم الازو اهشو اخفف واحلى كيكة صيامي ممكن تعملوها في حياتكم بجد بجد خرافة دايما هتعملوها ودايما هتبقى كيكة رسمية عندكم الكيكة دي كيكة اقتصادية وسهلة وبسيطة ومقدرها سهلة جدا جدا هي معلقة واحدة بس بنضيفها دي الكيكة وطريقة خفق كده معينة بتطلع معانا الكيكة هشة وجميلة ولذيزة بالشكل الانتو شايفينه وبتبقى الكيكة الى حد ما يعني مش عايز اقولكم خفيفة كأنها سفنجية فتحة قوي بنتلاشة خالص مشاكل ان الكيكة تهبط مننا وكمان ان الكيكة تكون طعمها مسلا مش حل لا بصوا شايفين الكيكة جميلة جدا جدا من احلى والاز الكيكات وهقولكم كمان اضافة ممكن تضيفوها او صوص ممكن تضيفوه للكيك بيخلي الكيكة جميلة جدا جدا بس لو لسه ما اشتركتوش في القناة اتمنى تدوسوا على كلمة اشتراك تحت الفيديو باللون الاحمر وفعلوا الجرس على كلمة الكل ما تنسونيش بقى في لايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد وشكرا من كل قلبي للناس اللي بتدعمني بانتسابها للقناة مقادير الكيكة بتاعتي بسيطة جدا جدا هي عبارة عن كباية من السكر عليها كباية من الزيت طبعا احنا هنستخدم الزيت النهاردة لان الكيكة الصيومي لو احنا هنعمل الكيكة افطاري او مش هنعملها نباتية يبقى هنستخدم بدال الزيت هنحط كباية الا ربع زيت عليها معلقة من السمنة وده ميكسل حلو جدا بيطلع الكيكة جميلة جدا جدا بس النهاردة هنعملها بالزيت وهتشوفوا قد ايه جميلة وحلوة قوي قوي هنخفق المقدار اللي احنا شايفينه ده لحد ما يكون معنا خليج كده كريمي ولونه فاتح وأبيض وده سر مهم جدا لازم تعملون بجيب كباية من اي عصير يكون عندي انا بفضل دلوقتي طبعا بما ان احنا في فصل الصيف في عندنا كتير حاجات فاكية كتير ممكن نستخدمها ممكن نستخدم البرتقان ممكن نستخدم المنجم ممكن نستخدم المشمش ممكن نستخدم الخوخ يعني بصوا الموضوع مفتوح اي عصير تحبه طعمه على فكرة واللمون برضو هيمشي ممكن كبان نستخدم سبرايت او كوكولا بس ما تكونش الصودة السودة الكوكولا اللي هي السودة لا تكون يا اما ميريندا يا اما سبرايت يعني الموضوع متاح ليكم تقدروا تستخدموا اي حاجة بس ان احنا نزود بها مقدار المادة السيلة علشان تنقدر نحط بقي المواد بتاعتنا هنجيب الخميرة الفورية بتاعة العيش اللي احنا بنستخدمها الخميرة الفورية دي احنا هستخدمها هنا كمادة رافعة للكيت بس في نفس الوقت مش هتقلب عيش هي الفكرة في مقدار حط الخميرة قد اي استخدمنا من الخميرة كل اللي انا هستخدمه من داكل خميرة عبارة عن ربع معلقة على طرف المعلقة بس هضيف حاجة بسيطة قوي ده بصوا يا جماعة ده بيرفع الكيكا جدا 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 بديل الخميرة الفورية هي البيكينج صودا بس بما ان البيكينج صودا مش متوفرة كتير او مش ناس كتير بتبقى موجودة عندها لكن الخميرة الفورية بتبقى موجودة تقريبا عند كل الناس ما تقلقوش مش هيقلب قوامل الكيك لعيش خالص لان احنا ضفنا حاجة بسيطة قوي قوي مش حاجة كبيرة حاجة خفيفة جدا 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 ومش هيقلب باتي ولا اي عتبقى كيكا ورد ومشوا معي بنفس الخطوات اللي انا هقول لها لكم بعد ما حطينا الخميرة بالشكل ده هنبتدي بقى نضيف بقى المكونات وهي المكونات الجافة عندي كوبايتين من الدقيق طبعا يفضل دي مخبوزات درجة اولة او دي كيكات بيطلع نتيجة ممتازة كمان لو دي سبونج او حاجات جاتوهات وكده هتطلع نتيجة ممتازة فطبعا تقدروا تستخدموا من اول الدقيق بتاع المخبوزات لحد دي السبونج بضيف عليه باكو من الكيك شيف او البيكينج بودر وهنا انا ده العادي بتاع الكيك طب انت ليه ضفتي خميرة فورية طالما انت هتضيفي بيكينج بودر او كيك شيف كل الفكرة زي ما قلت لكم الخميرة الفورية بتخليلي اضمان لي مليون في المية ان الكيكة لما تدخل الفرن ما تهبطش ولا لما تطلع من الفرن ما تهبطش تحتفظ بالعلو بتاعها او بالارتفاع بتاعها وده يعني كأن انا بسبت ارتفاع الكيكة بالخميرة الفورية وبضيف باكو من الفانيليا طبعا انا مش حطة بيت بس الفانيليا بتعمل ريحة حلوة للكيكة جوه الفرن كمان تقدروا تستخدموا الفانيليا السيلة نقطة واحدة بس لو حابين وممكن تستخدموا وممكن تستخدموا عن الفانيليا خالص تطبعا دلوقت هضيف الاضافة اللي انا بحب اضيفها دايما في الكيك بتاعي ع لشان يخلي الكيك هاش اوي وجميل وخصوصا في الكيك الصيامي باجيب كوباية من المية المغلية و ب informs عليها معلقة الخل ومعلاقة الخل مع المياه المغلية واي لون يكون عندي لون اصفر يعني لون كده يدي الكيك لون دهبي اللون ده بينفع لما بنيجي نسوي الكيك لما بنيجي نطلع الكيك من الفرن اللون ده بيثبت لون الكيك مش بيأثر في العجينة خالص ومش هتلاحظوا ان العجينة لونها اختلف لان انا حطى ربع معلقة بس ولما هنقلبه العجينة هتفضل نفس اللون البياض بتاعها لكن كل الفكرة ان هو يخلي لون العجينة من فوق لما نيجي نسويها في الفرن يبقى لون دهبي ويميل جدا جدا دي تكات اساسية في الكيك وخصوصا زي ما قلت لكم الكيك الصيامي لان الكيك الصيامي بيعتمد على الدقيق والمواد الرافعة والسكر اكتر من اعتماده على البيض وطبعا ما فيش لبيض ولا لبن زي ما انتم لاحظين النهاردة انا حتى مش مستخدمها اي لبن صيامي لكن في الفطار احنا ممكن نستخدم حاجات كتير جدا بدائل بجيب الصينية بتاعتي ببطنها زي ما انتم شايفين بشوية زيت كده كويس وبعد كده برش عليها رشة من الدقيق اهم حاجة طبطينة الصينية كويس قوي عشان دي بتدي مساحة ان الكيك بتاعنا يستوي من كل الجوانب ما يبقاش في جانب مش متغطي بالدقيق فبالتالي بيتلسع لازم تتأكدوا ان كل الصينية متغطية بنفس الطريقة دايما بستخدم للمقادير دي الصينية الوسط بتاعت الطعم الطعم بيكون عبارة عن ثلاث ثواني في صينية فيهم بتكون المقاس الوسط هو ده اللي انا بستخدمه في كل حاجة اي صينية اي شكل بس اهم حاجة المقاس الوسط بصب الكيك ده واول ما ببدأ ان انا اعمل الكيك شرط اساسي ان انا عمكون مسخنة الفرن قبليها بعشر دقايق عشان اوصل لدرجة الحرارة المطلوبة وطبعا لو فرن كهرباء بسخنها قبليها بخمس دقايق فرن البوتاجاز مش بشغل الشوايا خالص خالص حتى بداية التسخين بسخن الفرن تحت بس مش بحط الشوايا ابدا في الكيك علشان انا مش محتاجة الكيك يستوي اول ما يدخل انا محتاجة الكيك ينضج معايا ويوصل ويملأ الصينية للاخر خالص بدخل الكيك فين بدخلها في الرفل في النص في الفرن البوتاجاز او الفرن الكهرباء مش بفتح ابدا على الكيك لمدة تلت ساعة متواصلة مش بفتح خالص درجة الحرارة بتكون متوسطة اول ما بيدخل الكيك وبعد كده هببص كده من ازاز الفرن لو لقيت الكيك ارتفعت معايا وزي الفرن بفتح كده الشوايا تاخد لون خفيف زي ما انتو شايفين كده بطلع الكيك بعد ما اقفل البوتاجاز وخلاص كده بسيب الكيك جوه البوتاجاز لحد خمس دقايق تهدى خالص وبعد كده بطلحها ما طلحش على طول من الصينية عشان ما تهبطش مني ودي كل النصايح وكل التكات وكل الحاجات اللي تعرفوها او اللي انا عرفها عن الكيك هتطلع معاكم كيك ان شاء الله ناجحة جدا جدا تقدروا على فكرة تعملو لها سيرب او تزقوها او تزوقوها وتكلوها كده جميلة جدا جدا اتمنى الوصفة تكون عجبتكم لو عجبتكم ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على كلمة الكل ما تنسونيش بقى في لايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد بقدمه لكم ما تنسوش بقى تكتبوا لكم انتك حلوة جميلة تشجعني على ان انا اقدم لكم وصفات كتير وشكرا من كل قلبي للناس اللي بتنتسبوا وبتدعمني في القناة تحياتي لكم بألف هانا وشفا وشفكم دايما يا رب على خير ورعي اشتركوا في القناة موسيقى